بسم الله الرحمن الرحيم صباح الخير عليكم ازيكم عاملين ايه جولة دي ده يوم جديد في سوق التنسي الحضاري وجولتنا النهاردة كلها مفاجآت وحاجات حلوة جدا 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 لمحتها كده وانا ماشية بالصدف اول حاجة طبعا عندنا وانا ماشية كده لقيت محل 73 الف ده محل الارزاق بالله شفت فيه القوضة دي وكنت اول مرة اشوف قوضة نصبين السرير بتاعها والدلاب وتحس ان هي كده تقدر تتفرج عليها بكل سهولة وبكل جمال خصوصا السرير بنبقى حابين نشوف شكلها وهي منصوبة زي بتعمل المعارض الكبيرة معارض الموبيليا فلاقيت بقى القوضة الضريفة الجميلة دي فقلت اوليكم بقى القوضة لونها وبسطتها ونعمتها وجمالها بصوا بقى شوفوا الضلف معايا القوضة كلها زان على فكرة انتو عارفين الارزاق بالله كل شغله زان ما بيجيبش اي شغل تاني خالص كل شغله القوض العالية اللي خشابها محترم بصوا زي ما انتو شايفين في خزنة بصوا بقى اللقم بقى الخزنة فين حدش ياخد باله منها طبعا لو عندك حاجة سمينة بتحطيها هنا وما بتبانش خالص ان دي خزنة بصوا بقى جمال الدولف بتاعتها على فكرة حالتها ممتازة 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 هي جاية بالستاير بتاعتها وهتشوفوا كمان البلتكانات بتاعت الساير هنا كان فيها درجين زي ما انتو شايفين كده ولو تلاحظوا الدولف اللي على الجنب بتتفتح عكس مش بتتفتح نفس الاتجاه بتاعت الدولف اللي في النص بصوا بقى الققر بتاعتها شكلها برضو حلو جدا هي كل الحاجات دي فضة تقريبا بصوا زي ما انتو شايفين كده الدولفة تتفتح عكس ارفف حاجة متينة جدا ونظيفة وبصوا حالة الدولف كمان من جوة حلوة جدا جدا من جوة ومن برا صراحة فيه لو دققتوا قوي في القوضة طبعا هي ممكن التصير مش مبينها قوي شوية رتوش بسيطة جدا في الفضيات دي عايزة تلمع تلميع يعني انا حتى شاورتلكو عليها فيها شوية تحسوا ان فيها كده عايزة تتلمع عايزة تنضف اكتر يعني تدوها تلميع محترمة هتبقى زي الجديدة بالزبط زي ما انتو شايفين بقى شكل القوضة وجمالها حلوة جدا جدا بصراحة لفتت نظري على فكرة جماعة انا المحلات هناك مش مميزة بالنسبالي يعني انا ممكن قعد من قدام المحل لو غير العفش اللي فيه ما عرفش ده محل مين لو غير يعني الحاجات اللي موجودة في البضاعة اللي انا شفتها قبل كده ما عرفش ده محل مين حاليا بقيت اعرف المحلات شوية بالارقام شوية بالارقام بتاعتها لاني طبعا المحلات تناك كلها جنب بعضها مفيش يفط مفيش اي حاجة من دي فممكن اكون ماشية فحاجة تلفت نظري ادخل اصورها يعني بعد ما ادخل بقى وكده اكتشف ان المحل ده انا صورت فيه قبل كده او اللي فيه عرفيني او كده يعني بس اكتر حاجة بابقى واخد بالي منها وانا ماشية ان حاجة تلفت نظري دي اهم حاجة في الموضوع ان حاجة تلفت نظري وتشدني فعلى طول بدخل اصورها ممكن يكون طبعا هي فيه اختلاف ازواء طبعا ممكن انا اشوف حاجة كويسة انتو تشوفها مش كويسة بس بحاول يعني على قد ما اقدر اكتايد واجيب لكم الحاجات الملفتة للنظر الاوضة دي سعرها 27000 جنيه طبعا متابعين القناة انتو عارفين معرض الارزاق بالله متابعين القناة بيبقى ليهم سعر تاني خالص الاوضة دي بتتباع بالمرتبة اللي على السرير وكمان بالستاير بتاعتها دي التصريحة كمان تصريحة كمان شغلها هادي وزريف جدا وانا يعني بصراحة بيعجبني اوي شغل الرخام سواء كانت صفرة عليها رخام قضة نوم رخام يعني بتمزج بيها اوي بصراحة طبعا انا مفتقدة الحاجة دي عندي بس انا يعني بستشيكها وبحيث ان هي حاجة قيمة لما بيكون تصريحة او كومودينو او صفرة عليها رخام او بوفي التصريحة كمان شغلها حلو جدا الاوضة كلها بصراحة كانت ملفتة للنظر واللي انا مبسوطة ليه اوي ان هما عرضينها بالشكل الحلو ده ان هما نصبين السرير يعني مفضين الدنيا ليها هي فعلا تستاهل ان هي تتعرض كده وحاجات كتيرة جدا في السوق لو اتعرضت بالشكل ده بجد هتتاخد بسرعة وانا دايما بعترض على طريقة عرضهم دي اكتر حاجة بتزعني طبعا بس المحلات بتبقى صغيرة والبضاعة كتير دي الستاري يا جماعة طبعا فيه تقيل وفيه خفيف تقريبا قوي تقيل وخفيف على ما اعتقد بس يعني انا طلعت دي المرتبة كمان بتتباع مع القوضة بالرغم ان فيه ناس ما بتحبش تاخد المراتب المستعملة طبعا دي برحتكو طبعا بس هو بيطلعها بالمرتبة بصوا ده كرسي التسريحة فوق منه البلتكانات بتاعت قط النوم برضو شكل السرير وشكل الدولاب والتسريحة نفس الخشب ونفس الشكل البلتكانات بتاعت الستاير وتقريبا كان فيه واحدة برضو على السرير فيه بلتكانة كانت على السرير ممكن لو نزلت شوال تحت اجيبها لكم كانت موجودة على السرير على فكرة انتو بس شوفوا السرير من اوله هتلاقوا البلتكانة واحدة علي بصوا بقا هنا طلعت بره لقيت السجدتين دولت برضو كانوا جايبينهم مع القوضة دي سجدت تقريبا متر وستين في اتنين على ما اعتقد يعني كان فيه واحدة صغيرة واحدة كبيرة الكبيرة دي بسبعمائة جنيه والصغيرة بثلتمائة جنيه هنفرد بقا الكبيرة دي وتشوفوها دي قال لي تقريبا تلاتة في اربعة او تلاتة في تلاتة حاجة كده اهو زي ما انتو شايفين ده شكلها دي كبيرة وسعرها سبعمائة جنيه كل ده في معرض الارزاق بالله دايما بجيب لكم كل جديد عنده وبصراحة من المحلات اللي بشجعكم دايما تجيبوا منها خشبها محترم جدا سعبالكم رقم تليفون محمود ولو حابين بقى تستفسروا عن اي حاجة ممكن تتواصله معايا على فكرة كان فيه كمان معاها دولاب تاني صغير ينفع يعني لقودة اطفال بس للأسف اتباع وكان تقريبا نفس الشكل تقريبا هو طبعا نفس اللون بس كانت الشكل مختلف دي بقى السجادة الصغيرة للتلتمائة جنيه طبعا السجاد متطرب خالص يعني عايز غسلة محترمة عشان يرجع تاني زي الاول احنا بقى هنا عند عم صلاح المحل رقمية وستاشر الدور الاول مبنى الف خلاص كده عم صلاح كان عنده قودة نوم جديدة انا كنت تصورتلكوا قبل كده عنده كان عفش شقة كان انتريت ربيزات نحاس في ازاز وكان عنده حاجات حلوة كده كتير النهاردة بقى كان جاي بقودة نوم اطفال هنشوفها قودة حلوة جدا بس الاول هنشوف التكييف اللي قدامنا ده ده تكييف كاريور اه تلاتة حصان اه تلاتة حصان بص هو بيطلع لي الرمود بتاعه والحوامل بتاعته يعني هو جاي اه التكييف بكل مجتملاته اهو زي ما انتو شايفين كده طلع لي الحوامل والرمود بتاعه معلش النور عمال يرقص هو في لنبا عنده عمالة تشتغل وتطفي هو عمال اه يحاول يشغلها بس هي للأسف خزلتنا يعني تشتغل شوية وتطفي تشتغل شوية وتطفي اه بصوا بقى دي القوضة على فكرة دي قوضة اطفال بس بصراحة شكلها حلو جدا زي ما انتو شايفين كده على فكرة في مرتبة فوق وفي مرتبة تحت للسريرين لللي حابب ياخد المراتب مع القوضة لان انا زي ما قلتلكم كده في ناس بتقلق شوية من موضوع المراتب ما بتحبش تاخد المراتب المستعملة انتو عارفين طبعا الحاجات دي بتبقى اه ممكن تبقى مش نظيفة ممكن تبقى لما حشررت او حاجة في ناس بتقلق منها وفي ناس بتاخدها عادي وبتزبطها وبتستعملها مفيش مشكلة اه دي التسريحة بتاعة الاوضة بس بصوا بقى المشكلة هنا ان الحاجات مدارية يعني الاوضة مستخبية يعني ما تعرفش تشوفها كلها يعني زي ما شفتوا كده عند الارزاق بالله دخلنا شفنا السرير والدولاب والتسريحة اه والكومودينو يعني مخطوطين بشكل كويس اي نعم برضو مش مش نفس الشكل احنا بنشوف في المعارض الكبيرة اه بس برضو اه واضحة قدامك تقداري اه تحددي وتقراري اه الحاجات دي اه شكلها ايه البرويس دي عنده على فكرة براويس بيقولي من 120 سنة اه حاجة قيمة برضو بس بصراحة مش عارفة سعرها كان ما سألتوش بصراحة اه هنا بقى اللي ظالم الاوضة ان هي مش معروضة كويس بس يعني هو حتى حاطتها اه جوه المحل خالص اه مش باينة برا طبعا المحل عنده مليان فا اه مش عارف يعرض الحاجات دي بصو دي مراية كده فرضاني لوحدها خالص اه دي اه بيعيد خالص عن الاوضة اه دي حاجة لوحدها يعني بس برضو يعني شكلها حلو جدا تنفع في مدخل الشقة في مدخل البيت عندك عند الباب كده يبقى شكلها حلو جدا ممكن تحطيها في قوضة البنات في قوضة الولاد اه برضو شكلها زريف قوي اه تغني عن تسريحة لو المكان عندك صغير اه ده الكومودينو بتاع الاوضة وده كرسي التسريحة اه زي ما انتش بصوا اللمبة عملا ترقص ازاي طلعت روحنا بصراحة يعني كل شوية عمالة يخبطها عشان تشتغل ووش عايز تشتغل تشتغل شوية وتطفي اه هنا برضو دول السريرين هي الاوضة ليها سريرين زي ما انتش شايفين كده السرير الكابوتوني وشكلها حلو جدا جدا بصراحة السرير حلو اوي اه طبعا تنفع اوضة بناتي تبقى حاجة كده دلع اه الاوضة دي بسبعتاشر الف جنيه فعلا دلع دلع يعني اه وطبعا انتوا عارفين الكابوتونيت اه طالع تريندي اول يومين دول فهيبقى حاجة زريفة جدا اه في قوة اولادك خصوصا لو بنات اه بصوا بقى هنا كان فيه مكتبة قال لي تعالي صوريها لي بصوا المكتبة دي مش عارفة فيها راديو فيها ساعة فيها حاجات كده في الجن اه بس تقريبا كده شكلها مش شغلة لان زي ما انتوا شايفين كده اللوحة بتاعتها متبهدلة شوي اه المكتبة دي اه قال لي مكتبة انجليزي خشبها كله زين اه وهي كلها مستوردة تمام طبعا الاجهزة دي مش تابعة للمكتبة يعني اللي حابب الاجهزة القيمة القديمة دي طبعا روح العم صلاح هتلاقوا عنده الحاجات دي كتير دايما بشوفها عنده بصراحة اه المكتبة هنفتحها ونشوفها المكتبة دي اه لا مش انجليزي دي ايطالي انا اسفة مكتبة ايطالي ايطالي يا جماعة بألفين وخمسمائة جنيه شكلها حلوة جدا خشب هزين وحاجة محترمة جدا 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 يعني حتى انا طلعت الرف بتاع بصراحة حلوة اوي والمكتبة شكلها بسيط كده وزريفة ورقيقة وجميلة جدا ده شكلها فيه كمان عنده دولاب فضية اهو الدولاب ده اه فرنساوي يا رب يكون يكون فاكرة صحة انا كتبة طبعا عشان ما نساش هو قال لي ده دولاب فضية فرنساوي وكان سعره ألفين جنيه فرنساوي فعلا طبعا عشان الدنيا ظلمة على فكرة اللي فيه ده نحاس الشغل اللي فيه ده شغل نحاس انا جبته لكو بس طبعا الدنيا ظلمة فالدولاب مش واضح قوي اه دي برضو اه دولاب تاني بألف جنيه اه هنا كان عنده برضو مجموعة نجف يمكن اكون صورتها لكو قبل كده بس مش كلها فهو بقى ورهاني النهارده النجف ده عبورة عن فيه حاجات نحاس اه فيه حاجات كريستال كده زي ما انتم شايفين طبعا النجف كل حاجته موجودة النجف دي سبعمائة وخمسين جنيه وفيه اتنين شكل بعض زي ما انتم شايفين كده يعني الاتنين هتجيبيهم بألف وخمسمائة جنيه بصوا ده الطبق بتاعهم اللي بيبقى من تحت طبعا هو فاكك كل الحاجات دي اه عشان اه ما تاخدش مكان عنده اه ويعرف وطبعا بيتركب كل الحاجات دي اللي انتم شايفينها دي نحاس صافي بألف ومائتين جنيه اه كل الكريستال بتاعهم موجودة عنده يعني ما تقلقوش خالص هيركب لكم كل الحاجات دي اه فيه كمان النجف اللي انتم شايفينها دي منها تلاتة تلاتة نجفات اه طبعا دي حاجات بتبقى زريفة كده ما كنت تحطيها في الليفينج اه بيبقى شكلها زريف قوي بصوا هيوريكوا طبعا هيبص فكت منه الحمد لله ان هي ما وقعتش اه ده الازاز اللي بتركب فيها كل الحاجات دي موجودة عنده ما تقلقوش خالص هتاخدوا كل حاجتها ما فاش حاجة نقصة ان شاء الله يعني كلها تمام بصوا شكل الازاز حلو جدا 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 وبتهيلي لما هيركب كله هتدي شكل خرافة ده كده النجف اللي عند عم صلاح اه كنتوا بقى سألتوني اه الاول نشوف اه سعر النجفة دي كان سبعمائة جنيه واللي فيها ده على فكرة نحاس برضو سبعمائة جنيه ودي نجفة نحاس تمام عم صلاح في الدور الاول محل بتاعه رقم مية وستاشر هندخل بقى محل رقم مية وسبعتاشر جنب عم صلاح على طول في الدخلة اللي جوا دي كنتوا سألتوني على صفرة في حدود 2500 جنيه فشفتلكوا الصفرة دي حاجة كده صغيرة وسيمبل وبسيطة وتتحط في اي مكان عندك يعني لو المكان عندك مش كبير اه الصفرة دي تبقى مناسبة جدا وسعرها 2800 جنيه عجبني شكلها بصراحة وحاجة بسيطة كده وزريفة ومش هتاخد مكان كبير وسعرها 2800 جنيه احنا هنا عند اه الاسواني اه انا مش فاكرة اسمه ايه الاسواني بصراحة اسمه محمد الاسواني اسمه محمد الاسواني وهسيب لكم رقم تليفونه برضو عشان اه انا سيب لكم رقم تليفونه عشان لو حابين تتواصلوا معاه كان كمان عنده السرير ده سرير 150 هو بيقولي الاواين بتاعته زين وسعره 1400 جنيه 150 والاواين بتاعته زين سعره 1400 جنيه طبعا انت كنت تسألتني على السفرة وسألتني على سرير فرضاني وسألتني على دواليب فرضاني اه كان فيه دولاب عند الارزاق بلابس للاسف اتباع فكان نفسي اعرضه لكم بصراحة بس وكان دولاب حلو جدا وزين بس للاسف اتباع اه هنشوف كمان فيه مطبخ كنت تسألتني على مطابق الالامتال المستعملة مطبخ اهو لقيته برضو عند محمد الاسواني محمد الاسواني محله جنب عم صلاح على طول عم صلاح رقم 116 الدور الاول مبنى الف ومحمد الاسواني الدور الاول مبنى مبنى الف المحل بتاعه رقم 117 زي ما انتو شايفين كده وبيفتح للمطبخ على فكرة المطبخ حالته ممتازة 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 المطبخ اتنين متر حالته كويسة جدا هيفتح لكه دلوقتي الضلفة اللي هي بتاعة الصفاية او المطبقية برضو المكنة بتاعته شغالة وتمام اهو اي فتحة بتفتحيها بيبقى ثابت عليها اهو زي ما تبصوا يعني ما شاء الله يعني بيأكد لكم انه هو سليم وتمام اه المطبخ ده بألفين وتلتمائة جنيه بتلت تلاف وتلتمائة انا اصف تلت تلاف وتلتمائة انا اصف تمام كده طبعا متابعين القناة هيبقى ليهم سعر خاص عند محمد الاسواني اه تليفونوا معاكم تقدروا تتواصلوا معايا عشان اه لو في اي حاجة عجبكم للناس اللي سألوني على الصفرة للناس اللي سألوني على المطبخ او السرير الفرضواني كده احنا خلصنا جولتنا في سوق التنسي يارب بتكوني الحاجات اللي عرضتها لكم النهاردة عجبتكم وتكون نالت رضاكم بجد حاجات حلوة جدا ما تنسيش بقى لو الفيديو عجبك لايك وشير للفيديو لو اول مرة تشوفيني تعملي سبسكرايب للقناة شوفكم في جولة جديدة بوي بوي